ده حضرتك كارثة كبيرة اسمها اللحوم المتتبلة انا ضبط لحوم في بعض المطاعم الشهيرة متتبلة بالتوم والبصل دي قاتلة للبكتيريا فاندر لما انا ايجي افحصها هتطلع نتيجة المعمل ان اللحوم مش فاسدة واللحوم سليمة وهي بس غير مطابقة للموصفات لكن لو دكتور بيتري راح كشف هيكتشف الحكاية ما هو انا اللي حضرتك اللي محررة المحضر انما لما بيجي مثلا اصحاب الضبطية يقولوا لا احنا عايزين سحب عينات ويتم سحب العينات لابد ان اذكر اللحوم دي متبلة ولا مش متبلة انما ما ترجعش لواكيل النيابة بانها سليمة لكن غير مطابقة لا طبعا ده موضوع في منطقة الخطورة فرضا وكيل النيابة قالتوا باع اللحوم دي انا هبيع لحمة فاسدة ازاي احنا عندنا في مديرية الطب البتري تحطينا في المقصة ده مليون مرة ومدير ادارة التفتيش بيتصل على طول باليا جماعة الحقونة طب انا هبيع ازاي حاجة فاسدة فيه تدارب رهيب في الاختصاصات ترجمة نانسي قنقر